لا يوجد تنقض في ذلك مصر ترى أنه في النهاية طالما أنه ليس هناك إقصاء للطيار المدني أو الطيار الذي لا ينتمي لجماعة الإخوان أو لكينات الإسلام السياسي بشكل عام طالما أن هذا الطيار موجودا في الحكومة طالما أنه هناك دعم دولي لهذه الحكومة فمصر سوف تدعمها وفي نفس الوقت طالما أن المؤسسة العسكرية ليست تحت سيطرة طيار الإسلام السياسي داخل ليبيا فإن ذلك يعد أحد أدوات التطمين في الحقيقة للنظام السياسي المصري وبالتالي لا يوجد هناك تعارض ولكن يوجد هناك نوعا من القبول بالأمر الواقع داخل ليبيا في النهاية ليبيا لها أبعادها الخاصة فيما يتعلق بعملياتها السياسية مصر لن تستطيع إقصاء الإخوان المسلمين من ليبيا مثلما فعلت في مصر فهذه حالة وهذه حالة أخرى ولكن مصر تفعل كل ما يمكن للتأكيد على أن خاصة المؤسسة العسكرية الليبية لا يتم السيطرة عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي هذا أحد أسباب تمسك في الحقيقة مصر بالتعامل مع خليفة حفتر ودعمه بأشكال مختلفة لكن